يلا حبيبتي توكلي على الله بسم الله توكلنا الله واحدة بتقول أنا امرأة من أسرة ثرية وعندي أربع أبناء من صغري وأنا بيطلق علي الداعية الصغيرة بحب مساعدة الآخرين والعمل الخيري زوجي للأسف متعدد العلاقات النسائية وكثير السفر وياقفت من كثرة العتاب والخلاف والتهديد بالطلاق وفي الفترة الأخيرة حسيت أن زوجي نعزل عن من في البيت كله تماما في كل شيء أصبح يمارس حياته وكأنه ما يعرفناش دايما مريض وبيجمع كثير من العقاقير حواليه ولم أهدأ حتى عثرت بين أوراقه أنه بيحمل الأجسام المناعية لمرض الإيد وأنها مرتفعة اتصدمت وصبرت ولم أخبر أحد ولم أخبره إشفاقا عليه بإني قد كشفت ستره وهو ذو المكان المرموقة تعملت معاه بحدود وكملت طريقي مع أبنائي وأعمالي وجاءت هدية السماء ووالدي قال لي إن ربنا سبحانه وتعالى بعطلك دعوة لأداء مناسك الحج وأنا كلي شوق ولحفة وفرصة جميلة وبدأت أخذ الاستعدادات كانت المفاجأة اللي زلزلت أماني النفسي وهي إني مصابة بالإيد من جراء التحليل اللي قمت بيها كان هو السبب وعلم الجميع ومن هنا ومن هذا اليوم بدأ الحال يتغير بدأ تكرهه وخاصة لما شعرت بين عينيه بنظرات اللوم موجه ليا فانفجرت كالبركان ولم أهدأ حتى واجهته وقلت له إن أنت اللي كنت السبب لكن سره ما وضحتوش لأهلي حتى الآن أنا مش عارفة تصرف إزاي أنا تعبانة أنا عايزة تطلق الله يكون فعونها الحقيقة دي مشكلة موجعة دي بتجمع كل عذابات النفسي يعني سيدة فاضلة نقية طهرة وتصاب بهذا المرض اللي قد يوصن به اللي لهم علاقات معينة من نوع خاص يعني مش كمان مش أي علاقات نعم وتتهم وهي بريئة يعني فعلا كان الله في عونك بس أنا أنا حقولك كده حتى صغيرة في البداية أنت تجملتي بأجمل ستر عارفة هو إيه عبادة الستر أنت آثرت تستري على هذا الرجل رغم ما سالبه ومعايبه آثرت ما تجرحهوش أصاد ولاده وتهزي مكانته الاجتماعية والستر ده مقامه كبير آوي 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 شوفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بيقول لنا إيه من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة وبيقول لنا برضو من كشف عورة أخيه كشف الله عورته وفضحه حتى في بيته رب نعافي وبيقول لنا برضو عشان أنا بعلم برضو الناس أن قضية الستر دي قضية مهمة في حياتنا جدا آه يعني هي ست في ابتلاء لكن لازم نتعلم أن احنا نسطر على بعض يعني كاتب اللهم صلي على حضرة النبي واحد من كتاب أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد يعني يبلغ عن واحد بيشرب خمر اللي هو عقبة بن نافع كان ده كاتب بتاعه فبيقول لنا راح يبلغ قال له لا اوعد بلغ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة شوفوا زي فكأنه يعني سبق أحيا موقودة شوف العظمة وإحنا بنستبيح الأعراض وبنتكلم في حقوق الناس وأشياء كثيرة جدا جدا في حياتنا أنا بقول لهذه السيدة العظيمة أنت يعني بدأت بتلقائية المؤمنة وبإحساس المسلمة الراقية أنك أولا تستري عليه ولم تنتقني نعم ثانيا افتكري بقى وده مهم الصبر يا بنتي البلاء كبير أنا عارفة البلاء كبير قوي نعم بس مش بيقول لك كلمة لطيفة قوي بيقول لك لو لا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس لو لا المصائب في الدنيا لوردنا يوم القيامة مفاليس يعني ما يبقاش عندنا حاجة عشان إيه ربنا سبحانه وتعالى يخفف عننا البلاء نعم ده في مقام في الجنة لمين لأهل البلاء مقام في الجنة مخصوص لأهل لما نبتلوا في أبدانهم يا رب يجعل السيدة منهم يا رب ما أنت بتلاقيت كان في البدن نعم آه ما هي كده بتلاقها في البدن وبتلاقها في السمعة نعم هي بتليت في السمعة نعم وهي ما عملتش حاجة بغير ما اكتسبه غير ما اكتسبه ما عملتش حاجة خالص هو إحنا فبتلاقها في السمعة وده أصعب بلاء يا بنتي لما يكون واحدة شريفة ولا واحدة طهرة ولا رجل محترم ويبتلى في سمعته نعم فهي هي